بلدية تجونين بولاية الموشطة الشمالية توزع الدفعة الأولى من الإعانات الاجتماعية لسنة 2022 والتي تشمل مشالات مختلفة وسط حضور لسلطات الإدارية والمجتمع المدني ومثلين عن قطاعات متعددة بمبلغ مالي تجاوز الأربعة عشر مليون أوقية قديمة مما سيمكن من استفادة أربعمائة أسرة والتي ذابت بلدية تجونين على تقسيمها منذ ثلاث سنوات تحضرون معنا اليوم إطلاق عمليات توزيع الإعانات النقدية التي ذابت بلدية تجونين على تقديمها منذ ثلاث سنوات والتي يستفيد منها عدد معتبر من أئمة المساجد وشيوخ المحاضر والجمعيات والروابط والأندية الشبابية والمرضى والمعوزين وعدد من المتضررين من الحرائق فضلا عن مكرمة لصالح عمال البلدية تشمل الإعانات النقدية المساجد والروابط والأندية الشبابية المعوزون وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا المحاضر والمتضررون من الحرائق بالإضافة إلى مكرمة لعمال البلدية المستفيدون في حديث لقناة المرابطون قدموا الشكر للبلدية لما قدمت لهم من المساعدات النقدية خصوصا في هذه العشر الفاضلة شكر كذلك البلدية على هذا الجهد الذي قامت به اتجاه أئمة المساجد ومشايخ المحاضر وكذلك المحتاجين لأسلية مثلا في هذه الأيام التي العمل الصالح فيها مثلا بعد ما عنده محدات تتزامن هذه الإعانات الاجتماعية مع بداية العشر للحجة وقبيل عيد الأطحى المبارك والتي يحتاج فيها محدود الدخل إلى المؤسرة والمساعدة خصوصا في ظل أزمة حادة سراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية